تنظيم الإخوان المسلمين تحت طبعا شعار الإصلاح والإصلاح الاجتماعي والسياسي وغير ذلك ويرتكز في واقع الأمر التنظيم على عدم اعتبار الحدود القائمة بين الدول العربية حدود حقيقية وإنما اعتبار الدول العربية والإسلامية جميعها كتلة واحدة ويتم بغي أن تحكم من قبل رجل واحد وعلى هذا الأساس هم يعتبرون أن الحكام العرب والمسلمين جميعهم لا يحكمون بشرع الله وإنما يجب أن يتم الخلاص منهم ووصلوا إلى مرحلة حتى من تكفيرهم حتى في أدبياتهم المستخدمة من هذا المنطلق التنظيم يسعى بشكل فعلي إلى السيطرة على الرقعة الجغرافية التي تمتد سواء كانت في الوطن العربي أو في الوطن الإسلامي هم طبعا عملهم بدأ من خلال الوطن العربي نحن أعلم أنه لهم تأثير وثقل كبير جدا في جمهورية مصر العربية منذ عام 1928 وما جاء بعد ذلك ولكن سرعان منتشر هذا التنظيم وانتشر فكره وانتقل إلى أكثر من 70 دولة سواء في الوطن العربي أو في العالم أنا بدأ نسلك تحديدا عن العالم العربي إلى أي مدى هذا التنظيم يتغلغل في العالم العربي نعم هو يتغلغل بشكل كبير جدا وربما نتطرق حتى إلى الجانب مدى تغلغ للتنظيم حتى في دول الخليج هو متغلغل في الكثير من المؤسسات سواء كانت المؤسسات الدينية أو المؤسسات التنفيذية أو المؤسسات القضائية أو غيرها من المؤسسات التشريعية في الوطن العربي يمسكون بمفاصل الكثير من هذه المؤسسات ويعملون بشكل كبير جدا على خلق صفوف أولى وثانية وثالثة ورابعة تضمن استمرار التنظيم في السيطرة على هذه المؤسسات وطبعا تاريخيا عودا على سؤالك ارتباطهم بالإرهاب هو ارتباط جذري في عام 1940 كما أذكرهم أسسوا جناح يسمى الجناح الخاص للإخوان المسلمين وهو يعتبر جناحا عسكريا يقوم بتنفيذ عمليات عسكرية وأمنية بهدف خدمة أهداف التنظيم على سبيل المثال قبل فترة تطرقت إلى اغتيال رئيس الوزراء المصري الأسبق محمود النقراشي في عام 1948 أصدر قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين في مصر وبعد عشرين يوم فقط من أصدار هذا القرار تم اغتيال محمود النقراشي بثلاث رصاصات من قبل هذا التنظيم تم القبض على من قام بتنفيذ العملية واستجوابه واعترف بأن هناك مجموعة كبيرة جدا تنتمي إلى ما يسمى بالجناح الخاصة والتنظيم الخاص لإخوان المسلمين وأتت بعد ذلك سلسلة كبيرة من الاغتيالات السياسية ليس آخرها كان اغتيال الشهيد محمد أنور السادات وغيره أيضا مما تم اغتيالهم وهذا في الواقع يؤكد على أن التنظيم يتبع قاعدة الضرورات تبيح المحظورات بمعنى أن كل أهداف التنظيم مباحة ومن المشرع استخدام أي وسيلة حتى إذا لجأ التنظيم إلى مسألة الاغتيال السياسي أو غير السياسي وهذا في الواقع يدلك على أن التنظيم يتبع عقلية إرهابية ليس فقط في تكوينه هو كتنظيم وإنما أيضا في الجماعات الإرهابية التي انبثقت عنه يعني على سبيل المساعدة لأن الخضورة في أدبياته ربما نعم من يدرس هذه الأدبيات ويتغلغل فيها ويتشرب هذا الفكر يعني يصبح مؤمنا به بالضبط والدليل على ذلك والدليل على ذلك سيد سعيد أنه حينما تم اغتيال رئيس الوزراء المصري محمود النقراشي أدبيات جماعة الإخوان المسلمين أسمت هذه العملية عملية فدائية وإن كان هناك من ظهر وقال أن هذا عمل خطأ وكان لا ينبغي أن يحدث ولكن ما كتبوه على الورق يقول أن هذا عملية فدائية طبعا أيضا سأستكمل وأقول أن هناك جماعات إرهابيا بثقت عن تنظيم الإخوان المسلمين وكان لها علاقات واضحة مثل تنظيم القاعدة واليوم نتحدث أيضا عن تنظيم داعش وإذا ما تذكرنا أن قناة الجزيرة وأن أشرت إلى هذا الأمر قبل فترة بسيطة وأن قناة الجزيرة تمكنت من إجراء مقابلة مع أسامة بن لادن في أفغانستان لمدة تجاوزت 40 دقيقة وكان الخيط الرابط ما بين هذه المقابلة وأسامة بن لادن مراسل الجزيرة تسير علوني الذي تهمته أسبانيا في مرحلة لاحقة بعلاقته بتنظيم القاعدة إذن كان هناك وضوح جدا لا تخطئه العين ومن يقوم بتمحيص هذا الملف بوجود علاقة ما بين جماعة الإخوان المسلمين كعناصر وما بين أيضا جماعات إرهابية أخرى مثل تنظيم القاعدة وتنظيم داعش ولعلي فقط أضرب مثالا مهما هنا حينما تم حرق الطيار الأردني مع هذه الكساسبة من قبل تنظيم داعش امتنع تنظيم الإخوان المسلمين عن إصدار بيان يستنكر فيه هذه الجريمة وأنا كتبت شخصيا قبل فترة وقلت أين بيان الإخوان المسلمين ذي يدين هذه الجريمة النكراء إلا أنهم امتنعوا عن إصدار هذا البيان بل وأرسل لأحد عناصر التنظيم من غير الإشارة طبعا لأسمه يقول أننا لن نقوم بإصدار بيانات بشأن كل مهب ودب أو على الطالع والنازل كما قال إذن علاقة التنظيم بالإرهاب تاريخيا معروفة والأدبيات التي تتحدث عن هذا كثير جدا منذ عام 1928 بحديثك عن العلاقات أريد أن نعرف علاقة التنظيم بالأزمة في قطر الآن إذا كانت قطر قد فهمت أن ما وصلت إليه الآن الأمور من تطورات هي عملية مقايضة بين محيطها الخليجي والعربي وبين جماعة الإخوان المسلمين هل يمكن لنظام سياسي يحكم دولة جارة وشقيقة أن يفهم أن هذه مقايضة إما الدول العربية والخليجية والسعودية والبحرين والإمارات ومصر وإما التنظيم وإن كانت فهمت كذلك إلى أين سيقود هذا الفهم ومن الخطأ طبعا فهم ذلك على أساس أنه مقايضة لأن دول مجلس تعاون الخليجي هي كتلة لها سيادة على أراضيها ولا يمكن أن تسمح بأن تقوم السياسات في قطر أو نظام في قطر باستقدام نظام تنظيم إرهابي واعتبار أن هذا التنظيم إما أن يكون هو موجودا في المنطقة أو تنفس القطر عن دول مجلس تعاون الخليجي دول مجلس تعاون الخليجي تعتبر تنظيم الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وهذا مقر في جمهورية مصر العربية في الإمارات العربية المتحدة في السعودية وغيرها من الدول وحتى البحرين أيضا وزير الخارجية قبل أيام كان له تصريح تحدث فيه عن تنظيم الإخوان المسلمين باعتباره تنظيما إرهابيا هذا التنظيم وفرت له قطر وسائل دعم وتمويل وإعلام بشكل غير مسبوك يعني منذ عام 1994 على ما أذكر وحتى اليوم استضافة قطر ومن خلال قناة الجزيرة الكثير من وجوه هذا التنظيم روجت لهم إعلاميا وأبرزتهم كقيادات إصلاحية في المجتمع طبعا لن ننسى أنه كانت هناك مقابلة شهيرة بثتها قناة الجزيرة استضافت فيها القرضاوي وهو أحد المدرجين الآن على قائمة إرهاب شرع فيها للعمليات الانتحارية وقال أن الجماعة هي من يحدد الحاجة إلى العمليات الانتحارية باركها وباركها وأعطى الضوء الأخضر للجماعة وهو حينما يقول الجماعة فهو يقصد جماعة الإخوان المسلمين أنه حينما ترى الجماعة الحاجة إلى تنفيذ عمليات انتحارية ويقول استشهادية انتحارية فأنه من حق الجماعة أن تفعل ذلك وهذا يعني أنه يشر لتنظيم الإخوان المسلمين في جميع الدول العربية ودول الخليج ليست استثناء أنه إذا ما احتجتم إلى تنفيذ عمليات إرهابية لاستهداف الحاكم الظالم هم يسمونه الحاكم الظالم ويضعون معايير خاصة بهم تشرع لهم لاستهداف الحكم في أي دولة من الدول فإنه بإمكان التنظيم أن يفعل ذلك فقط نأخذ هذا كمثال أستاذ سعيد بسبب أهمية هذه النقطة لنؤكد على أن تنظيم الإخوان المسلمين ومن خلال قناة الجزيرة ومن خلال الدعم الذي وفرته السياسات القطرية لهذا التنظيم إعلاميا تمكن من نشر فكر إرهابي ويعطاء شفرات وأضواء خضراء في الواقع للتنظيم في مختلف الدول العربية والإسلامية للمضي في تنفيذ الكثير من عملية إرهابية إذا سلمنا بأن الطرفين مستفيدوا من هذه العلاقة الإخوان كتنظيم ودولة قطر أيضا سياساتها لكن من أكثر من قدم ليفيد الآخر؟ من المستفيد أكثر في هذه العلاقة؟ هو أن أتصور لا يمكن أن نتطرق إلى هذا الجانب من غير الإشارة إلى المشروع الأشمل ربما يكون هذا مفتاح لمعرفة إن كانت قطر ستتخلى في يوم الأيام عن هذا الدعم هو مشروع شامل كما تعلم في عام 2011 انطلق مشروع وهذا المشروع لم يكن يستهدف مصر فقط كان يستهدف مجموعة كبيرة من الدول العربية مصر وليبيا وتونس وأيضا المملكة العربية السعودية والأردن والكويت والإمارات كان يستهدف مجموعة من الدول وإذا ما محصنا بشكل دقيق سوف نجد أن الأحداث التي جرت في هذه الدول كانت بقيادة من تنظيم الإخوان المسلمين وبدعم قطري وهناك قيادات كبرى من تنظيم الإخوان المسلمين ممن يتبعون النهج التكفيري موجودة في قطر وخرجوا على وسائل الإعلام من خلال قناة الجزيرة يباركون ما يحدث في الوطن العربي إذن هي مصالح متبادلة باعتبار النظام في قطر حاضن لتنظيم الإخوان المسلمين وهذا التنظيم يتمدد في الدول العربية وينفذ أجندات قطر وتصبح قطر هي متسيدة الوطن العربي وتحاول باعتبارها من هي من يقدم الدعم والرعاية والتمويل للتنظيم الذي وصل إلى الحكم في هذه الدول العربية شكرا جزيلا لك دكتور محمد مبارك جمع الكاتب والمحلل السياسي أهلا وسائل